اشتركوا في القناة او لفيديو جديد بعد غياب طول او لدام اكثر من شهر ونص لظروف خاصة هنا غادي نقطر حاليكم موصفة اللي هي عبارة عن كيك ديال عيد ميلاد اللي حضرشوا بمناسبة عيد ميلاد الزوج ديالي غادي نتقاسم معكم طريقة مقيفية تحضير تابعوا الفيديو الى الاخر بنسبة المكونات اللي غادي نحتاج للفيوتين غادي نحضر معكم فيوتين في الطار عندي هنا جوج بيطات بدرجه المطبخ مالقة كبيرة ديال الزوجة اللي غادي نحضرها الدوب عندي تلاسة المعلقة ديال سكر سانيضا سكر فانيلا وعندي هنا مئتين وخمسين جرام ديال الحاليب عادي وعندي مية جرام ديال دقيق الفورس اي فارينة اول حاجة خضيت البول ادرت فيه جوج بيطات بدرجه المطبخ سوف نضيف له ثلاثة معلقة سكر ساندة وسوف نضيف له رأس ملعقة سكر بانيلا ممكن نضيف شاصة البانيلا سوف نحرك المكونات مزيان ممكن أنكم نضيفه في الطراب أو للخلط الكهربائي عفوا ممكن نضيفه في الخلط الكهربائي والتحن المكونات كاملة هنا سوف نضيف الرابعة الحليب أي ما يعادل 250 كرا سوف نحرك المكونات مزيان وسوف نضيف كمية ديالتقيق اللي هي 100 كرام ديالتقيق سوف نحركهم مزيان وسوف نصفيهم بشك أنني نتأكد ما بقت تشي تكتولات هنا بعد ما دابت ليا ديك معلقة ديالتزبدة ضفتها على باقي المكونات وسوف نحرك على هالطريقة هذي هنا بعد ما نتاجمو لي سوف نضيف النواشيف اللي هي 100 كرام ديالتحين سوف نغرب لها وسوف نضيف هذه المكونات اللي جدا طرقت لهم من قبل سوف نحركهم حتى وما مزيان ممكن كما قلت لكم نضيفه في الخلط ديالعاصر وطحنهم مكونات بحال شكل الكريب يعني كيكونوا طريقة سهلة وبسيطة بحال شكل الكريب اللي كان نضيفه ديما كما قلت لكم سوف نحرك المكونات بحال الكريب اللي كان نضيفه العتيادين سوف نحرك مزيان بالفوي و سوف نصفي الخلط على هذي طريقة هذي كما موضحة يعني طريقة اللي سهلة وبسيطة وهكا كنحضره في يوتين منزلي مئة بالمئة هكا كيطلع لنا اقتصادي و كيخرج كمية كثيرة و اهم شيء ان شيء حاجة في ميزون هنا غادي نصفي اذاك الخلط يعني باش نحضره منو دكتكة تولاد ديالتقيق كما كتلاحظو و غادي نحساف طبيب واحد الاناء اللي غادي يسهل علي العملية اثناء الطهي كما كتلاحظو انا هنا اخضيت الكأس اللي كان عبر به المكونات هو فشدرت الخالط هنا غادي نصفيه كما كتلاحظو هكا كنت اكد ان مدازو حتى شي شوائب او لا تكتولت في الخالط ديال لكخيب بديالنا غادي نستمر بنفس الكيفية هنا كما كتلاحظو يعني طريقة لي بسيطة هنا حصلت على خالط ديال لكخيب بديالي مصفيين اختيت مقلات ما كنت لا تستقش درتها على عافية متوسطة غادي ندهنها برشات قليلة ديال الزيت المائضة و غادي نبدأ نطيف في الكخيب ديالي على هاد الشكل هذا كما كتلاحظو هنا ما كانت تأكد انا المقلات سخنات وضفت لها الزيت غادي نبدأ ندير في الخالط ديالي على هاد طريقة هذي حاولو ان لكخيب ديالكم يكونوا رقاق ما امكان انهم يكونوا رقاق من الزيان باش هكا وفينديروهم في الفران يتجرملو لينة ضغية ماشي بحل اللي كخيب اللي كنديرو ديما هما في العادة انا اللي كخيب رقاق ولكن هاد الطريقة هذي تحاولو انكم ترقوا لابات ديال اللي كخيب هناك مدى نفيريفي بديك لاستاتيو من جناب باش نتأكد ان واش المكونات او لالخالط ديالي بديكي تتحمر باش نقلبو لجهة الاخرى هناك ما كتلاحظو من بعد ما كيوالي القوام ديال اللي كخيب ديالي اللي كخيب ديالنا على هاد الشكل غادي نقلبو لجهة الاخرى ونحاول اناني نضغط في الجوانيب باش هكي تتحمرو لينة لكخيب من على الدورة كاملة كما كتلاحظو دورة عايز طريقة ساهلة و بسيطة ما كتلاحظو من بزاف ديال الواقس او لا ما فيهاش بزاف ديال ديال ما كتلاحظو احنا الفيوتين كينا ديالك الطريقة الاولى لان انا اللي كنديرو والخالطه كنديرو فوق فوق الورق ديال سيول في غيزة هذيك تاخد شوية الوقت بنسبة لها ديرها سهلة كي كل الخالط على هاد الشكل وكنطيبو على شكل كخيب اعاد غادي نديرهم في الفران باش هكا يتقرمشو لينة وياخدوا لينة ذاك اللون والقرمشة ديال الفيوتين اللي كناخدو من المحلات ديال لوازن الحلويات هنا غادي نستمر بنفس الكيفية حاولت انا نوضح معاكم طريقة اولى الكخيب التاني باش هكا تشوفوا بحلاش كان طيبهم يعني باشترفوا القوامن ديالو كيكون هكا غير كان قلبو كيبدا يتنتافخ لينة الكخيب ديالنا هكا تتاكدوا ان الكخيب ديالكم مضمون ونهاج حميئة في المئة هنا غادي نستمر بنفس الكيفية حتى غادي نطيبهم كاملين كما كتلاحظو هنا بعد ما كملتم تقريبا كيخرجوا لينة سبعة احتل ثلاثميئات لكخيب هذك الكيمياء كتخرج لينة سبعة احتل ثلاثميئات لكخيب غادي ناخد هنا صينية ديال الفورن ما غادي نشند هنا باشي حاجة غادي نستفيها الدوائر ديال الكخيب على هاتشكل هذا كما كتلاحظو ايضا غادي ناخد هذي تقريبا كنت قاسمين بها طاوت الفورن هاته نستفيها ديالي على هاتشكل هذا ونستخل فورن على مية مية درجة او مية وخمسين درجة مى وخمسين درجة من الاسفلو الاعلى ونستخل ديالي كيفيغميه وسوف نعود معكم على هذا الشكل يحصل على فيوชين وبذلك سوف نستخدم الطبقة مقرمشة مع البخالي كما تلاحظون هنا يحصل على فيوتين بكمية كثيرة سوف نقرم شفية لها تشكلها بحتى نحصل على قطع صغيرة ونحتفظ بوطة الزاج محكمة الغلق وهكذا نحضر الفيوتين منزلي هنا عندي 100 جرام اللوز في 100 جرام سكر ساندة في ثلاثات المعالق ديال الماء نضيف الماء ونضيف الماء سوف نضيف الفقعات بسيطة الماء كما تلاحظون ان يكون قوي نضيف الفقعات سوف نحركهم على هذا الطريق حتى يدوم لنا السكر تماما في ذلك الماء سوف نضيف ملعقة خشبية سوف نحرك بها المكونات على هذا الشكل. يعني فيديو راموض. كل شي غادي نخلي نقلات ديالي العافية متوسطة حتى تغلى وتعاود تغلى وتعاود حتى واحد الوقتك يباليكم بأن السكر ديالكم تحجر. من بعد ما كتتحجر حركوه ما تخافوش منه. غادي تخليه واحد البضع دقائق وغادي يدوب. غادي يدوب وغادي تكاراميليزا. وهكا غادي نضيف ليه اللوز ديالي. باش يولي لنا بحل النوقة ديال اللوز. كما كتلاحظوا. ومبعد غادي غادي نحصله باش نحصل على بخاليني دياللوز. بالنسبة لي انا ما تحنتوش حتى أولا بخاليني. يعني متحون. خليتو شد شوية فراصو يعني. اه 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 ما تحونش بزاف. اه يعني مهرمش. فش هكي يعطينا هذه القرمشة وسلي كيك ريانا. هانا باقي دماء اه كما كتلاحظوا اسقار دياليانا ولي علاش اه اه تحجر لنا كما تلاحظوا سنحركوا لبضع دقائق بملهقة خشبية وهنا سنجعله يدوب بشاكي واللي لنا كاراميل كما تلاحظوا سننجح معكم يعني غير كي يبغيشوا يدي الوقت والخاطر وتبقى واقفين حدا يعني ما تتحركوش من حدا سنستمر بنفس الكيفية كما تلاحظوا حتى يدوب لنا ذاك السكر وكيت كاراميل لذا كما تلاحظوا على هاد الشكل هذا حتى كنت أكدوا أن الحبيبة ديال السكر كاملة ذابت يعني ما بغتشي حبيبة كما تلاحظوا الطريقة راه سهلة وبسيطة هنا مبعد ما نجح معانا الكاراميل سنضيف لي قبيصة ديال الملح فقط لي تصحيح الدوق و سنضيف ديك 100 جرام ديال اللوز يعني اللوز عادي ما محمر ما تشي هاجا سنأخذ هنا مبعد ما تكراميليزا سنضيف فوق البابي سيول في غيزة من بعد ما دهنتوا بالزيت لكي لا يلسقش لنا النوقة ديالنا ما تلسقش سنضيف البدع دقائق فوق سطح العمل حتى يشتراسوا من بعد ما رجعت له مدد ربع ساعة أو لنصف ساعة على الأقل بديت تنهرس فيه على هاد الشكل كي يكون محجر كما تلاحظوا وكي يتهز معانا بكل سهولة وممكن انا كم درو غير فوق سطح العمل فقط انا كم دهنوا بشوية ديالزيت هنا قديم ذاكا نهرس في اللوز ديالي على هاد الشكل هذا يعني طريقة راها ساعة لو بينا باش ندوز انني نطحنوا في الهاشوار او لفطحان الكهربائي على هاد الشكل انا بنسبالي ما طحنتوش حتى ولا حتى ولا بخاليني يعني على شكل شوكولة او لبخاليني كما كان قولو فقط انا هرمشتو باش هكي عطين واحد القرماشة وتاليكا في وسط ملكيك ديالنا هنا غادي نطحن مكوينات يبغي شوية ديال الوقت فنكن نقولو انا نطحنو يعني كيبغي شوية ديال الوقت غادي نطحنو على هاد الشكل هذا يعني ما بناخدش مكونا مع مرش بالزاف exacerb لكيكد الكأس ديالي الطحان باش هكا يتميكسى النا الخليط كامل انا نت contraction انا بنفس كيفية حتى ينتحن انا نطحن الكيميادديل كاملة ونرجع معكم نحتاج له هنا 120 جرام ديال سكر سنيدة في سبعات المعالق ديال الزيت في سبعات المعالق ديال الماء عندي 120 جرام ديال دقيق يعني 100 جرام ديال دقيق و 20 جرام ديال بودرة ديال شوكولا عندي قبصة ديال سكر الفانيلا او لرأس ملعقة ديال سكر الفانيلا سوف نأخذ هنا خمسة البيضات بدرجة المطبخ سوف نفرق السفر على البيض سوف نطلع بالباطور مزيان البيض سوف نضيف لي السكر سنيدة والزيت والماء سوف نضيف لي السفر هنا الجنواز اللي شوية بطلة على باقي الجنوازات اللي حضرت معكم كما تلاحظوا هنا فرقت السفر على البيض او لسفر ديال البيض سوف نستعمل الباطور على سرعة خمسة سوف نضيف سكر بانيلا سوف نضيف 100 جرام ديال سكر سنيدة سوف نحرك مزيان مكونات على شكل مورنغ كما تلاحظوا في نفس الاتجاه سوف نحاولوا نرى نفس الاتجاه الضرب سوف نضيف سوف نضيف مكونات أبيض مورنغ سوف نضيف المكونات الزيت والماء ممكن تعود الماء بالحليب ممكن تعود الماء بالحليب يعني هنا اكتفيت انا بالماء فقط وسوف نضيف كما تلاحظوا هنا يولى ذاك المنقار على هات الشكل سوف نستمر في الخفق وسوف نضيف البيض او لسفر ديال البيض وسوف نخفق وسوف نضيف له الزيت اللي هي سبعة المعالق كما تلاحظوا سبعة المعالق الزيت وسوف نضيف أيضا سبعة المعالق للمون وانا على سرعة عالية مع التحريك هنا بعد ما حصلت على خليط كما تلاحظوا كريمي سوف نضيف له خميرة كيموية على وزن 8 جرام وسوف نضيف 120 جرام يعني 100 جرام طحين في 20 جرام ديال البودرة ديال كاكاو المر على تشكل هذا وسوف نحرك بلاستاجين من الأسفل الأعلى من الأسفل الأعلى لكي تكون معنا لجنواز مهوية و القاوم ديالها ما كيهبطش سوف نستمر بنفس الكيفية هنا كنكون محضرة صينية ديال فورن سوف نستعمل شكل مربع ممكن أنكم تستعملوا أي شكل سوف نستعمل شكل مربع من بعد ما سوف ندهنوا في الزبدة و سوف نرش عليه بحين أو ممكن تفرشوا لي البابيسو الفيغوزي كان أحسن يعني اللي متوفر عندكم أنا هنا أدرت له البابيسو الفيغوزي فقط من الأسفل باش هكا نتأكد أن الكيكة ديالي ما ديش تلسق لي كي ما كتلاحظو هنا غادي نوزع الكيك في صافيحة ديال الفورن و غادي نسخن الفران على مية وخمسين دراجة من الأسفل حتى كينتاف خلينا الكيك كيت هو هات كنشعل له من الفوق مدة ديال خمس دقائق كيت تحمر لنا يعني طوطال ديال الكيكة ياخد ليه واحد واحد خمسة وربعين دقيقة لعافية مهيلة تتيجينة طالع من الفوق كي ما كتلاحظو هنا يا القاوم ديالو في الفران كي تكون وبنسبة للعافية راني ما كنجهدش لها مية وخمسين جرام فقط هنا غادي ندوز لنا نوجد واحد الكريمة ديال الفريز اللي غادي نديرها في الوسط ديال القاتو غادي ناخد رابعة ديال الفريز وغادي نضيف ليه مية جرام ديال السكر سانيدة وغادي نديرهم فوق بوطة مهيلة مع تحريك مستمر حتى كي يتعلقوا لنا وكي يدوب لنا ذاك ذاك السكر والفريز عاد كنزيد عليهم جوج أوراق ديال جيلاتين أنا هنا هي تحتف لي المقطع مهم من بعد ما كتاخدوا الفريز هوا من بعد ما طاب كي ما كتلاحظو من بعد ما طاب كي يكون قاوم ديالو على هات الشكل غادي نضيف لي جوج ورقات كبار او لا عفوان جوج ورقات ديال جيلاتين على وزن ثلاثة جرام يعني في التوطال ستة جرام غادي نحرركم زيان وغادي نحطوهم على جنب حتى كي بردورينا ونضوز هنا نحضر معكم القاناج دو شوكولة القاناج دو شوكولة غادي نحتاج ايضا واحد جوج اوراق الجيلاتين جوج اوراق ديال الجيلاتين أنا غادي ناخد الكريمة بعد ما كتكون بردة مسيان غادي ننعبر معاكم 500 كرام يعني نصف لتر ديال الكريمة السائلة كما كتلاحظو غادي نعبرها في الميزان وغادي ناخد منها كيمية اللي هي كأس تقريبا غادي نديرو في الكاسرونة نديرو على الكاسرونة على عفية متوسطة حتى كيوصل درجة الغلايين كنحيضو وكندير في ذيك الشوكولة كالدوب يعني الشوكولة 250 جرام ديال شوكولة غيش كما كتلاحظو هنا حاولت نعزل 100 جرام في الكاسرونة غادي نديرها فوق عفية متوسطة حتى كتوصل درجة الغلايين وغادي ندوب في هاداك الشوكولة غيش شوكولة نوع هنا استعملت إيقبيل اللي استعملت مهمة 250 جرام في التوطال ديال الشوكولة 250 جرام اي رابعة ديال شوكولة حاولوا انكم مديروش بعدين ديال شوكولة باش هكت انجح معاكم الجاناج وما يدوبش غادي نستمر بنفس الكيفية كنهرس او لا كنقطع في الشوكولة باش هكا نضمن انه غادي دوبلي بسرعة وخاصة راح عدبني شوية يعني اخسنا نقطعه كتر صغير على هكا صغير على هكا ولكن لضيق الوقت سبقي صغير نهرس فيه عشوائيا فقط غادي ندوز بعد ما سخنات لي ذاك الكريمة غادي ندوب في هاداك الشوكولة كما كتلاحظوا غادي نحركها بلاستاة حتى ينسجموا لنا ويدوبوا عاد كنخليوهم على الجانب يبردوا لي شوية باش نضيفهم الكريمة في الكريمة السائلة بعد ما غادي نطلعها بالباتور باشا كنحصل على واحد الكاناج اللي هو ناجح وتأكدوا ان شوكولة ديالكم ما تضيفوش على الكريمة وهي سخونة هكا كتفسد لكم الكريمة وما عادش نجح معكم نهائيا يعني كنضيفوا هادا هادا الشوكولة هادا على الكريمة ديالي مبعد ما كتدوب او لا كتبرد عفوان تماما يعني كتبرد ما كتكونش سخونة باش عكا ما تدوب لنا او لا تخسر لنا الكريمة ديالنا كما كتلاحظوا هنا مبعد ما كنحرك كتدوب ليا ديالك الشوكولة ووسط الكريمة يعني كيولي خليط منسج هنا غادي ناخد معلقة او لا شوج معلقة ديال قهوة سريعة الدوابات قد ندوبها في كأس ديال الماء يكون سخون هادا هو باش غادي نسقي الكيكة ديالي او لالاجنواز ديالي كما كتلاحظوا الكيكة تجين في شفشة ورائعة وكتنجح يعني هنا خديتها درساف في هذا الايطار اللي غادي ننطي فيه الكيك ديالي يعني حاولت انا نزيد شوية في الجوانب باش هكا نعمرهم بذيك الكريمة كما كتلاحظوا كان سقي مزيان يعني سقي وها ما تخافوش منها هنا الكيكرة كانت باردة عندي و سقوة ديال القهوة كانت سخونة يعني كان سقيها مزيان وغادي نحطها على جنب باش تسرب اليادي كسقوة وندوز باش نحط نكمل طريقة ديال القهوة جنب بعد ما دابلية شوكلاة كما كتلاحظوا غادي نضيف ليدوك جوج أوراق ديال جيلاتين وغادي نحرقهم مزيان وغادي ندوز باش نطلع الكريمة ديالي يعني ما نطلعش بزاف يعني تتكون شد فراسة فقط غير كتلاحظوا غير خلط اليادي إذا بغيتوا تحركوا به يعني غير شوية بتشوفوا القوام ديالها في حالة شتاير يعني ما طلعتهش بزاف باش تولي باش تولي يعني كريمية يعني القاناج ديالشوكولا ما كيبغيش أنه يكون قاسح بزاف أو لشد فراسة هنا بعد ما وصل القوام ديال كريمة ديالي على هاتشكلا غادي نضيف له ذاك القاناج ديالشوكولا وغادي نحرق ملتحت الفوق ملتحت الفوق هكا كعب بشكل دائري حتى كيتخلطوا لنا في الأول غادي تبليكم الكريمة ديالكم بحالة خسرات أو بحالة فسدات يعني كتولي بحالة زبدة ما تخافوش منها فقط هذا كغير واحد ننسي جاملي كتدير في الأول من بعد كتولي الكريمة ديالكم شاعد دراسة نزيان بعد ما كنحرك على هاتطريقة هاتي غادي نغطي البول بابي سلوفان وغادي نحتفظ به في التلاجة هكا يشد دراسة كتر وكتر باش يسهل علينا عمليات المونتاج ديال الكيك غادي نستمر بنفس الكيفية حتى كنكمل كما كتلاحظو هنا بدك ينسي جملينا الكريمة مع الشوكولا طريقة سهلة وبسيطة ما كتخش بزا في الوقت كما كتلاحظو هنا كيباليكم الكريمة بحالة بسدات هيا لما فستاش راها صالحة غير غير فكت نسي جملينا شوية مع الشوكولا كتدير هاتي تكتول كيبالي كريمة ديالكم غادي ناخد واحد البوش او البلاستيك الغذائي غادي نعمروه باش هكا ندير في الجوانب ديال الكيك ديالي يعني ممكن تاخدوا بوشادو وديروا بها الكريمة ديالكم انا اخذيت فقط بلاستيك غذائي سهلة لي العملية بغيت ندير غير الجوانب ديال الكيك الجوانب فقط اللي بغيت ندخل لهم الكريمة مزيلا اما من الفوق غادي نستعن بلاستيك ديال ديال الكيك او ديال الكريمة عفوا هنا اخذت الكريمة درسات البلاستيك غادي نبدك نعمروه دوك الجوانب ديال غادي نشكل هذا وفي الوسط غادي ندير الكريمة ديالي وغادي نوزعها بشكل متساوي كتازا نسوي لها الطبقة او للوجه ديالها كما كتلاحظو هنا غادي نسوي لها الوجه ديالها او لها تشكل كما كتلاحظو نحاول انا ننقذ لها السطح ديالها بش هكا تجيني واحد طبقة متساوية يعني ما ما تجينيش جيها طالع وجيها هطا بش هكا في القلاسات ديالنا يجي تاوى مستوي غادي نستمر بنفس الكيفية وغادي نغطيها بعد ما غادي نسويها غادي نغطيها هطا في سلوفا وغادي نحتفظ بها في المجند حتى كتشت راسها مزيان قاعد كنضيف لي هذيك الفريز اللي حضرت معاكم يعني هذا كطبقة انني درتها باش تشد لي البخاليني ديال البخاليني ديال اللوز مع الفيوتين كما كتلاحظو هنا كان غير دافي فقط يعني مديروه سخون كان غير دافي غادي نوزعوه وغادي نحط نحط فوق منه طبقة ديال البخاليني البخاليني كما قلت لكم انا مدرتوش معلك بزاف يعني درتو شوية مقرمش باش اكي اعطني ذيك القرمشة في الكيك كنحاول انا نوزعوه لها تشكل تتيوصل الكيك ديالي كامل وهنا غادي نضيف هنا غادي نضيف ديك البخاليني ديال اللوز مع كمية ديال الفيوتين اللي حضرت معاكم يعني هنا يدرت انا يا 100 غرام ديال اللوز بخاليني ديال في 100 غرام ديال الفيوتين غادي نحرركم مزيان تزين ساجموا لنا وهذه نضيفهم كطبقة تالتة او لرابعة عفوا ديال الكيك كما كتلاحظوا وغادي نضير فوق منهم الكريمة يعني نخليكم مع تجمع الفيديو باش تشوفوا بحالاش مونطيت هاد هاد الكيك هادي يعني را طريقة سهلة وبسطة وكتجي فيها واحد طبقات معلقين ورائعين كتجي غاية في الروعة نحن نضيفها بعد ما أصلي الطبقة البخاليني هنا أخذت الكريمة اخذتها باش نوزعها فوق البخاليني كما تلاحظوا سنوزعها بالتساوي على هذا الشكل كما مضحها في الفيديو سنوزعها ونقذها مزيان من الجوانب لكي نضمن ان الطبقة مستوية لكي يجيني طبقة واحدة يعني ما تكون جهة طلع وجهة حاطة يعني الطريقة راه سهلة يعني القاناج اللي شاطلية من قبل احتفت في واحد البواطة ترشوف تلاجه حتى ترشوف كطبقة خامسة يعني الطبقة الأولى هو الكيك الطبقة الثانية الكريمة الطبقة الثالثة هي هذه ممكن نسميها المربع دي الفريز الطبقة الرابعة اللي هو البخاليني وطبقة الخامسة الكريمة او القاناج وطبقة السادسة اللي هي اللي هي القلاساج دي الشوكولة سوف نستمر بمثل كيفية نوزع الكريمة او القاناج ديالي ونطلقوه باش نوجدو باش نوجدو مباشر موسيقى 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 بنسبة للقاناج اللي غدي محتاج عندي هنا هنا هنا. الجيلاتين. عندي هنا ورقة ديال الجيلاتين وعمل قليل جيلاتين بودرة هذا لنضي معلقة ديال الجيلاتين بعدما ضفت الجيلاتين كيف تいき أو المجدد منها هنا يمكن تسأل هل عند يمكن ثلاثة الورقة ديال الجيلاتين. أل Cafe في الت expect success. بعدما ضفت الجيلاتين كال그램 ايضا جوج مع الكبار ديال البودرة ديال الشوكولة على تشكل هذا ودرتون فوق عافية حتى دابوا لنا دوك المكونات عافية متوسطة مع تحريك المستمر هنا غضي نضيف ديالورقة ديال الجيلاتين بعد مدفع لنا الخليط وغضي نضيف أيضا معلقة ديال النباش يعني اه قصة رحز عليكم هنا اه غلاساج جديد يعني كما كتلاحظوا لا رجعتوا للفيديوهات اللي قبل غادي تلقاو بان واحد القاناج اه اه اول القلاساج عندي معتمد هنا ديالورقة الاضافات اللي هي اه اللي هو الحليب والاضافة ديال النباش غادي نحرك مزيان دوك المكونات وغادي نصفيهم يعني نحاولو انا ننصفيهم مرة وجوج وثلاثة باش هكا نتأكدوا بان بان الخليط صفى يعني مافيش تكاتولات ديال الشوكولة او للجيلاتي كما كتلاحظوا هنا غادي نصفي المرة اللولى وغادي نصفيه الثانية والثالثة غير هنا ما تقاسمتش معاكم اه فين صفيته في المرة الثانية والثالثة كما كتلاحظوا هنا كان نتأكد بانا نرا صفيته امزيان وغادي نخرج القطو ديالي من الكونجيلاتور مبادليلة كاملة في الكونجيلاتور غادي نخرجه وغادي ندير تحت منه واحد صفايا او لشبيكة باش هكا يدوز ذاك الفائد دياله يدوز ذاك الفائد ديالالالقلاسه هنكا نحاول انا ننسخن الجواني ديال المول ديالي بالفوطة تكون فيها ما سخون كما كتلاحظوا باش هكا تسهل علينا العملية ديال ازالة ازالة الايطار وغادي نوريكم هنا الطبقة سب حلاش بعينين طبقة ديال الكيك كما كتلاحظوا طبقة ديال الفريز وطبقة ديال بخاليني وطبقة ديال الكريماء او للقاناج هنا غادي نضيف لها القلاساج ديالي قلاساج مغواغ ديال الشوكولاكي جيرائي والديد وهم شي مكيك همش يعني كيكونش حلوء بالزافر غادي نحاول انني ذو كل جوانيب او للحاشيات كنا ندوز فيهم صبعي باش هكا هي بطلية القلاساج ما يبقاش حاصل في الجناب غادي نستمر بنفس الكيفية وبنسبة لتزين هنا خديت غير شوكولاتة السوداء وشوكولاتة البيضاء قدرتهم في ذو كل دوكليمول ديال اللي كنزوقو بيوم اللي صابلي فقط درت قطع ديال شوكولاتة بيضاء وسوداء يعني بسيطة ما فيهش بزاف ديال التعقيدات وما باش نزوق او لنزين الجوانيب ديال قاطو ديالي وغادي ناخد شوكولاتة اللي غادي نكسب به ممكن تكسبو جوايوزان ايبارساغ او لا هابي بير داي يعني اللي بغيتون تومة هنا يبدي تنزين بدك القطع شوكولاتة كحلاء شوكولاتة كحلاء شوكولاتة ويعني اللي هو بسيط زين اللي هو بسيط غدي نخليكم مع طريقة اللي تزين اللي هي بسيطة بنسبة الحروف اللي استعملت في الكيك حاولت أنا ندهنهم بدك الملمع في عليه والله او لاغجون طيب او لنحاسي يعني اللي متوفر عندكم وندرتك الحبيبات في الدهبي يعني يزين بسيط ذكشي اللي عندي زينت به ما كلفت شراسي بالسف وهكا حصلت على واحد دسلين اللي هو زوين شكلا وما داقان نخليكم مع تسيمة الفيديو ندوزو المرحلة ديالتقديم اشتركوا في القناة 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 زوجتي كانت مني لها سنة فائدة وكل عام وهو بألف خير بصحيحة إن شاء الله والهناء ورحت البال هي أهم حاجة يعني كما تلاحظوا الفيديو ديالي شاركت معكم كل ديطاي تحضير الكيك من أقلد كانت من الفيديونا لإعجابكم وأيضا وصفتنا لإعجابكم ما تنسوش تبرتجوا القناة مع الحباب والصحاب في مواقع التواصل الاجتماعي تخليوا لي أيضا واحد لايك فقط للتسجيع وواحد للتعليق من تعليقكم زوينا فنخليكم في أمان الله إلى فيديو مقبل وصفة جديدة إن شاء الله